حاليا انت رح تمر ببداية جديدة ممكن يكون ايضا مع شخص عم تفكر فيه ولكن في بداية جديدة رح تصير بينك وبين هالشخص في رحلة جديدة رح تمر فيها واذا انت خايف من العلاقة بينكم او خايف من الارتباط مع هالشخص او خايف انه الامور تكون بينكم جدية عم شوف انه بيحكي لك هون في حماية الهية للك او معك يعني الكون عم يحميك الله عم يحميك بكل خطوة عم تتخذها حاليا والوضع بينكم مش رح يكون عم شوف يعني في عم رح يكون في بينكم احتفالات رح يكون في بينكم حتى نوع من الصداقة لانه تحكي عن فان تايمز او اوقات مريحة ففي بينكم رح يصير الوضع رح يكون عفوي اكتر من ما هو جدي يعني في عندك بداية جديدة رح تصير رح تكون مليانة بالتفاؤل فقط بدك تتمهل ورج القوس ما تتسرع باتخاذ القرارات هذا كان بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك انت برج القوس في حاليا عم تمر بتاستينج اريا او بفترة امتحانات او اختبارات سواء كان بشخصيتك سواء كان بعلاقتك سواء كان مع الحبيب ممكن تكون انت حاليا عرضة الى الى التمتيشنز ايضا او حاليا انت ممكن تكون عرضة الى اغراءات الحياة ايضا بدك تنتبه من العادات السيئة يعني ممكن تكون انت حاليا محوط بعادات سيئة سواء كانت من لست او شغف تجاه الشخص او اشياء يعني او علاقات جنسية او سواء كان من ادمان على مخادرات او اشياء مثل هيك بدك تنتبه من اي اغراءات لانه انت حاليا عم شوفك بمطرح محدود فيها الى انه اذا مش هيك الوضع بالنسبة للك في شخص بحياتك حاليا انت منجذب جسديا لالو بطريقة كتير عالية عم تحس انك مربوط فيه روحانيا عم تحس انكم مقيدين او مربوطين ببعض ولكن عم شوفك فيه نقطة او فيه وضع سارم او فيه قرار اخترته وما بدك تتنازل عنه يعني فيه نقطة عندك هون في عندك الستيك هاي وعندك السيفون يعني انت ماسكهم ومش استعد تنازل عن قرار او عن اختيار انت اخترته عم تعامل الوضع بطريقة كتير قاسية او كتير منطقية برغم المشاعر اللي انت عم تحس فيها عم شوفك الى انه عم تتخذ الطريق العقلاني او عم تتخذ طريق تحليل الامور اكتر بما انه تعتمد على العواطفك بالنسبة للحبيب او الشريك اللي عم تتعامل معه عم يحس انه انظلم لانه فيه عنده كون جاستس فهالشخص بده بالعلاقة يكون فيه توازن بالاخذ والعطاء وهو بيحس انه للبعض منكم اللي منفصلين هو بيحس انه ما كان فيه توازن بالاخذ والعطاء والعلاقة هو اللي كان بيعطي اكتر بالعلاقة بيحس هيك فهو حاليا بفترة راحة او وقت مستقطع عم يحاول يستشفي فيه عم شوف ايضا انه هو ممكن يكون اكبر منك بالسن فيه بينكم فرق بالسن ممكن يكون هو اكبر منك بالسن او ممكن انت بتحس انك ممكن تعتمد على هالشخص ايضا بمعنى انه بتحترم بتحترم قراراته او بتحترم اراؤه او هالشخص اثبت لك انه هو متوازن بياخذ القرارات او بيحلل ايضا القرارات بطريقة منطقية فهو حاليا عم يشوف انه انظلم بالعلاقة وعم يحاول يستشفي بالنسبة لخطواتك انت بالمستقبل عم شوفك في عندك امنية بدي احكي على الابراج اللي عم تتعامل معها لانه دائما بنسى الابراج ابركز على الطاقة اكتر من الابراج الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن تتعامل مع برج الميزان ابراج هوائية ايضا في عندك برج الجوزاء والغالبية ابراج هوائية ابراج مائية بس بتوقع هوائية لانه الميزان هوائي الجوزاء هوائي فبتوقع البرج اللي عم تتعامل معه يكون هوائي او في كتير طاقة هوائية عنده بالخارطة الفلكية بالنسبة لخطواتك بالمستقبل انت عم تشوف هالشخص عم تعتبره او عم تعتبره رفيق درب ايضا بالمستقبل برج القوس راح تنحط بمطرح انه بدك تختار بين شيئين او بين شخصين لانه بيحكي على سول ميت ولكن ايضا بيحكي عن اتخاذ قرار بين شخصين او بين شيئين او عم تحاول تبعد عن هالطاقة عن هالانرجي ما بدك تختار قرار حاليا ولكن عم شوفك عم تبعد عن اشي معين او بالمستقبل في نوع من ال انت انت اوبتميستيك عم شوفك انت متفائل اكتر بالوضع لانه عندك الطاقة تشبه طاقة برج القوس كتير لانه برج القوس دائما متفائل سريع اذا صار اي اشي بسرعة 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 بتتعافى منه فطاقتك بالمستقبل عم شوف انه انت يعني بدك تاخد صعب عليك انك تاخد قرار لانك بدك الامور تضل كتير عفوية ما بدك الامور تكون جدية وانك تاخد قرار بين شخصين او بين شيئين ايجي يعني كتير جدي يحتاج طاقة كتير سعر منك عم شوفك عم شوفك لكن بدك تروح في طريق او امنية بدك تحققها ممكن ايضا عم تتجاهل مشاعرك انت ممكن بالمستقبل رح تتجاهل المشاعر وتختار المنطق اكتر من المشاعر يعني رح تبعد عن عرض حب او عن شخص اعتبرته امنية بحياتك او كان بدك توصل الو ولكن عم شوفك عم تبعد عن الوضع لانه بتحس انه اه صعب او صار في بينكم بلوك او صار في بينكم عائق كبير مش عارف انت تحله هلا من نسبة لطاقة الحبيب او الشريك بالمستقبل عم شوفه عنده امبثي عنده تفاهم اكتر للوضع ولكن هالشخص ما بيحب يخسر بمعنى انت عم تتعامل مع شخص عنيد وبدو العدالة ممكن هالشخص بدو اعتذار منك ايضا لانه عندك فهالشخص متمسك برأيه ومش رح يتنازل امشوفو هون ما بدو يتنازل عن رأيه لانه عم يحس انه اساسا من البداية انظلم باشي معين او انت ظلمتو او العلاقة بينكم ضلمتو عاطفيا فهو بيحس انه بدو نوع من الاعتذار او بدو عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا هالشخص يعني عم يركز على الحكي اللي عم تحكي معه على اي اشي اي كلمة بتحكيها هالشخص بيحللها كتير بيفكر فيها كتير وبيدرسها كتير طيب بدنا نشوف انت هل بتعت عن هالشخص يعني او بالمستقبل هال رح تقرر انك تبعد عن هالشخص فعلا او او هل انت في طريقك الهالشخص يعني كيف الكون مرتب لكل امور بدنا نشوف اول اشي او طيب همشوفك انت بدك وقت مستقطع همشوفك بدك فترة هدنة مع هالشخص همشوفك بالفعل يعني بالمستقبل طاقتك لانه هون بيحكي لك بكروت النصيحة بالبداية بس حكينا كان فيها سلو داون بدك تتمحل قبل ما تاخد قرار ف انت بالفعل بدك تتمحل لا تاخد قرار لانه عندك 4 of swords هون فترة انت وهو بنفس الطاقة اذا بتركز نفس الكرت اجاكم بس هو حاليا بيها الطاقة يعني هو حاليا عم يستشفي بيها الطاقة انت ممكن تكون مشغولة باشياء حاليا بحياتك ولكن في المستقبل انت اللي طاقتك رح تكون نفس طاقته حاليا يعني انت اللي رح تستشفي او بدك وقت مستقطع طيب بنا نشوف يعني نبين انه انت بدك تبريك من الوضع بنا نشوف الحبيب هل ناوي يقوم بخصص بالفطوة او بالتواصل اتجاهك او شو هو العائق بينكم يعني بدنا نوضح طاقته بالمستقبل اكتر بشكل عام فهالشخص بدو تواصل معك ام شوف وبدو بدايات جديدة معك ولكن ام شوف انه البدايات الجديدة اللي هالشخص بدو اياها بدو تكون ملموسة يعني هالشخص عم شوفه ما بيحب ما بيحب الحكي او بدو الاشياء تكون منصفة يعني العلاقة بدو اياها تكون جدية بينكم ام شوف ايضا هو عم يحس بمنافسة كتير ممكن انت تكون برجو قوس محوط او حواليك اشخاص كتير اصدقاء كتير وهالشخص عم يحس انه في منافسة بينه وبين الاشخاص الاخرى مشان هيك هو استحب حاله من العلاقة عم شوف هون او عم يحاول يبعد لانه هالطاقة مش كتير بتعجبه ايضا بيشوف انه الحكي دائما بينكم لانه هاي ورقة التواصل ورقة communication فالحكي دائما بيشوف بينكم كل ما بيصير في بداية جديدة بيصير في بينكم touch conflict مشاكل نزاع بالحكي مخاصمات مجادلات بالحكي بيشوفك هالشخص متهور بالحكي او سريع بالحكي او ما بتفكر كتير او ما بتفلتر الحكي كتير قبل ما بتحكي وانت يعني برج ناري اللي بقلبك على لسانك بتحكي على طول بما انه هو مبين انه برج هوائي فبيحب يحسب كل اشي قبل ما بيحكي فيه عم شوف انه انتو الاثنين روحانيا كتير متواصلين مع بعض ممكن ما يصير في بينكم حكي بالفترة القادمة الى انه عم شوفكم عم تستشفوا وهالشخص عم يحس انه انضلم معك او هو كان كتير جدي بالعلاقة وانت كنت عفوي مثلا لانه مبين انه فيه اوراق مختلفة بينكم اوراقك اصغر من اوراقه فهالشخص ايضا عنده تخوف من انه يقوم باي خطوة او يصير في بينكم اي تواصل لانه دائما كل بداية جديدة بيصير فيها كونفلكت وبيصير فيها تتش بالتواصل فانتو في عندكم عدم تفاهم ام شوف في عندكم عدم تفاهم كتير كبير فبيحتاج الى مرونة من برج القوس بيحتاج منك انك تكون مرن وتفهم هالشخص جاي من وين يعني مش فقط اي اشي بتحسه بتحكيه على طول يعني ممكن اشيه انت ما تفكر فيها ولكن ممكن تجرح الطرف الاخر او تحسس منها الطرف الاخر وعم شوف الطرف الاخر بيحتاج انه يكون منفتح اكتر بدل من طاقة الهدوء او عدم الحكي بدل يعبر اكتر فعم شوف انه بالمستقبل افضل اشي العلاقة الطاقة المشتركة بينكم افضل اشي اللي ممكن تساوه حاليا في المستقبل انه تركز كتير على تواصل بدك تركز كتير على التواصل مع هالشخص تنتبه على نوعية الحديث او الحكي اللي بتحكيها مع هالشخص لانه الكونفلكت بينكم او النزاع بينكم او الامور الصعبة بينكم لانه في عندكم كتير عدم تفاهم من ناحية الحديث او من ناحية الحكي اموشنلي عاطفيا كتير قريبين من بعض روحانيا كتير متصلين ببعض بس عقليا بالحكي بالتفاهم العقلي كتير في بينكم صدان تصادم في كتير بينكم تصادم فافضل حل بالمستقبل اذا صار بينك وبين هالشخص لقاء او حديث لانه مبين انه انت بدك معه بداية جديدة وهو ايضا بده بداية جديدة ولكن دائما تنتهي بنزاع او بكونفلكت فهو خايف انه يتخذ قراره فالافضل انه فقط تنتبهوا على طريقة الحديث مع هالشخص اوكي حباي ببرج القوس بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي like و comment share و subscribe inshallah شكرا